فهكذا من ترك ما ينفعه من نعمة الله عليه ابتلي بالانشغال بما يضره لماذا؟ لأن الإخوة نفس الإنسان ما يمكن أن تبقى هكذا معطلة بلا هم و بلا عمل من ذلك روي في الحديث من أصدق الأسماء حارث وهمام هذه طبيعة في الإنسان لا بد أن يكون عنده همة وعمل وحرث وإرادة في الدنيا فإذا ما كان مرادك هو الله لا بد أن يكون لك مراد غير الله ولذلك انشغل بما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز خاصة الآن الشباب في إجازة الذي يترك الانشغال بما ينفعه انظر كيف سيعيش حياة الملل والشقاء والتعاسى وضياع الأوقات واللهو واللعب فيما لا ينفع بل فيما لا فيما يضره اليوم الأسف الشباب يقول لا ما حب أن أقرأ ما حب أن أحفظ طيب ماذا تريد أن تفعل إذن فقط اعتادوا على حياة اللعب واللهو لأن اللعب واللهو أسهل ما يكون على النفوس ما يكلف نفسه لا تفكير ولا جهد ولا شيء فيعطل عقله وهمته وإرادته ويعيش حياتها فيها لا قيمة لها لأنه ترك ما ينفع عندنا نحن بين يدينا أعظم كلام كلام الله جل وعلا والله هذا الكتاب لو تجعل عمر كله للإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا لن تنتهي من معانيه عجائبه في كيف نقول نحن ما ندري ما نفعل وما نعرف كيف نقضي عوقاتنا فإذن على المسلم أن ينتبه لنفسه لا تعطل نفسك انشغل بما ينفعك انظر الشاب إذا ما انشغل بما ينفعه يعصي الله تعرف على فلان أو فلان أو يعصي الله في خلوة بعادة سرية أو كذا لماذا لأن ترك ما ينفعه إذا تركت الاتصال بالله بالصلاة وبذكره ستنشغل بالاتصال بالخلق والحديث مع الناس والقيل والقال وسال التواصل مع فلان ومع فلان تضيع الساعات والوقات وما تشعر ستبتلى بما يضرك وذلك دائما مسلم في كل وقت يحاول أن ينشغل بما ينفعه من ذكر الله مثل القرآن من علم نافع من رياضة نافعة حتى في المباحات يشغل بشي مباح ينفعك في دنياك هذا يبعدك عن الحرام